السلام عليكم يا سادس درسنا لليوم هو تحولات الطاقة عرفنا في الدرس السابق أن الطاقة هي القدرة على إنجاز عمل ما والجسم الذي يمتلك الطاقة هو الجسم القادر على إنجاز الشغل أو العمل الآن ما هي الأجهزة التي نستخدمها في الحياة والتي تعتبر أجهزة تعتمد في عملها على الطاقة إما طاقة كهربائية أو طاقة كيميائية مختزنة في الوقود أو طاقة شمسية مثل الأمثل الموجودة أمامنا في الشكل يا سادس سوف نجد أن هناك العديد من الأجهزة فما تحولات الطاقة في هذه الأجهزة لو نطلع الشكل أول صورة اللي هي صورة المكواء الكهربائية المكواء الكهربائية تعتمد في عملها على الطاقة الكهربائية أما المروحة الكهربائية فهي أيضا تعتمد في عملها على الطاقة الكهربائية الغاز يعتمد في عمله على الطاقة الكيميائية المختزنة في الوقود المصباح الكهربائي يعتمد على الطاقة الكهربائية والسخان الشمسي يعتمد في عمله على الطاقة الشمسية التي تأتي من الشمس تأمل الصور الواردة وحدد تحولات الطاقة فيها ثم أملأ جدول الذي يليها الآن مثلا المكواء الكهربائية ما تحولات الطاقة التي تحدث في المكواء الكهربائية نلاحظ أن تحولات الطاقة فيها من طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية المكواء لما نحطها في الكهربائية تعطينا طاقة حرارية إذن تحولات الطاقة في المكواء من طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية المروحة الكهربائية من طاقة كهربائية إلى طاقة حركية لأن المروحة تتحرك فيها المروحة اذا تحولات الطاقة فيها من كهربائية الى حركية الغاز من طاقة كيميائية مختزنة في الوقود اللي هو الغاز الى طاقة حرارية بتعطينا حرارة الغاز نستخدم الحرارة اللي يطهي الطعام المصباح الكهربائي من طاقة كهربائية الى طاقة ضوئية بتعطينا الضوء السخان الشمسي من طاقة شمسية الى طاقة حرارية وضيفة السخان الشمسي اللي هو تسخين المياه داخل الخزانات. اذا بتتحول الطاقة من الشمسية الى طاقة حرارية. اذا نحن لا نستخدم شكل واحد محددا من اشكال الطاقة غالبا بل تبدأ بشكل وتتحول الى شكل اخر زي الامثل اللي ذكرناه قبل شوية سادس. وهذا ما يمكن ان نتوصل اليه يا سادس الى ان الطاقة يمكن ان تتحول من شكل الى اخر وهو قانون حفظ الطاقة. ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولكنها تتحول من شكل الى اخر. يعطيكم العافية يا سادس.